السلام عليكم طلاب رياضة ومدارس الوطن العربي اليوم يا ثالث سوف نكمل رحلتنا بدرس المركز الصيفي لأخذ القراءة يا ثالث واستخراج القواعد ومعاني ولكن قبل أن نبدأ يا ثالث بدرس القراءة علينا أن نشاهد هذا الفيديو أسباح في البحر أحفير في الرمال أرقض على الشاطئ أحب الصيف أحب الصيف أشرب العصير أكل بالطيخ أحب الصيف أتأرجح على الأرجوحة أنزلق على المزلاق ألعب في الحديقة أحب الصيف أحب الصيف أخيم عند البحيرة أذهب في رحلة أستمتع مع أهلي أحب الصيف أحب الصيف ما منكم يا ثالث أحب الصيف وأنا أيضا أحب الصيف كما تحدثنا سابقا أن الصيف يكون الجو حارا والشمس ساطعة ويجب علينا يا ثالث أن نستثمر العطلة الصيفية في كثير من الأنشطة وذلك من خلال التسجيل بالمراكز الصيفية الموجودة في أماكن متعددة ولكن اليوم سوف نتحدث عن المراكز الصيفية الموجودة بالمدرسة ما العنشطة التي تم فكرها يا ثالث بالفيديو السابق حسن توم من منكم قام بالتسجيل بأحد المراكز الصيفية؟ جميع أجوابتكم رائعة يا ثالث هيا نبدأ بالقراءة المركز الصيفي انتهى العام الدراسي فرح الطلبة بقدوم العطلة الصيفية أسرع إلى التسجيل في المركز الصيفي الذي تقيم مدرستهم كل عام ليمارس الطلبة فيه نشاطات متنوعة علمية ورياضية وأدبية ودينية اجتمع الأصدقاء وأراد كل واحد منهم أن يذكر الفوائد التي يجدها في المركز قال محمد أتعرف إلى أصدقاء في أجواء هادئة ومريحة قال زايد تساعد نشاطات المركز على تنمية مواهب وقدراتي وأقرأ كتبا وقصصا وأشاهد المسرحيات نقوم برحلات ممتعة ونلعب ونمرح ونتعرف المواقع الأثرية الجميلة قال ناصر أحب المسابقات الثقافية والدينية التي تقدم معلومات مفيدة وأستمتع بالألعاب الرياضية ورامج الحاسوب جميعكم يا ثالث قد أبدعتم بالقراءة الآن يا ثالث سوف نتناقش معه بالترس وفهم معاني واستخراج الأفكار الموجودة فيه ومن ثم استخراج القواعد الموجودة بالقطعة هيا نبدأ يا ثالث الآن نحن نعلم أننا على أبواب انتهاء عامنا الدراسي الحالي لكن يا ثالث ما شعور الطلبة بعد انتهاء العام الدراسي وقدوم العطلة الصيفية أحسنت يا محمود كانوا فرحين ماذا فعلوا بقدوم العطلة الصيفية أسرعوا أحسنت إلى التسجيل في المركز الصيفي من يقيم هذا المركز يقيم هذا المركز أحسنت يا خليل مدرستهم هل هي أول مرة تقوم بمدرستهم هذا المركز الصيفي يقيموا كل عام أنواع هذه النشاطات المتنوعة هيا يا محمود أحسنت نشاطات علمية ورياضية وأدبية ودينية أحسنتم ما معنى يا ثالث العام؟ يعني السنة أحسنت ما معنى يا ثالث بقدوم؟ أحسنتم حضور ما معنى يا ثالث تقيمه؟ تقيمه تنشئه أحسنتم يا ثالث رائعين ما معنى يا ثالث متنوعة أحسنتم متعددة من يضع لي يا ثالث كلمة تقيمه في جملة مفيدة؟ رائع يا إيلين أحسنتم الآن يا ثالث لماذا اجتمع الأصدقاء؟ أحسنتي يا لمع أراد كل واحد منهم أن يذكر الفوائد التي يجدها في المركز أحسنتي ثالث ما معنى يذكر؟ أحسنتي أعدد أحسنتي من هم يا ثالث الأصدقاء الذين اجتمعوا؟ ما أسماؤهم؟ أحسنتم محمد وزيد وعمر وناصر أحسنتم من الذي استهل بالكلام؟ هو محمد ما الفائدة التي استفادها؟ محمد ماذا قال يا إيلين؟ أتعرف إلى أصدقاء في أجواء أجواء هادئة عفوا في أجواء هادئة ومريحة أحسنتي يا إيلين ما معنى يا الثالث؟ مريحة مريحة أحسنتم أحسنتم من الذي استهل بالكلام؟ هو محمد ما الفائدة التي استفادها؟ محمد ماذا قال يا إيلين؟ أتعرف إلى أصدقاء في أجواء أجواء هادئة عفوا في أجواء هادئة ومريحة أحسنتي يا إيلين ما معنى يا الثالث؟ مريحة أحسنتم هادئة من يضع لي كلمة هادئة في جملة مفيدة رائع يا زيد رائع من تحدث بعد أن انتهى محمد؟ أحسنتم زيد ماذا قال زيد؟ عن فوائد المركز الصيفي التي استفادها أحسنتم أولا تساعد على تنمية مواهبي وقدراتي ما معنى يا الثالث؟ ما معنى يا الثالث مواهبي؟ أي قدراتي وإمكاناتي من منكم يمتلك موهبة؟ أحسنتم هنا يا الثالث إيلين تحب الرسم محمد تحب الغناء بصوت جميل لكن يا ثالث ما موهبة زيد؟ أحسنتم أن يقرأ كتباً وقصصاً أقرأ كتباً وقصصاً وأيضاً يشاهد المسرحيات نقوم برحلات ممتعة أحسنتم أيضاً نلهب ونمرح أحسنتم ونتعرف المواقع الأثرية الجميلة رائعين ما معنى ممتعة يا الثالث؟ ممتعة ممتعة أي مسلية من يضع لي كلمة ممتعة في جملة مفيدة ذهب في رحلة إلى المواقع الأثرية أذكروا لي بعض هذه المواقع ولكن هيا نشاهد بعض الصور ماذا؟ إنما تشاهدونه يا ثالث بهذه الصور هي بعض المواقع الأثرية الموجود في أردننا العزيز هذه الصور الأثري جميل جداً يوجد في أردننا العزيز أيضاً هذه الصورة أيضاً موقع أثري موجود في الأردن هذه الصورة لشارع الأحمد الموجود في جراش هذه الصورة لمدرج موجود يا ثالث أيضاً في جراش وأيضاً يوجد هنا في عمام بالعاصمة مدرج الروماني أتوقع أن البعض ذهب لرؤيته يجب علينا يا ثالث أن نحافظ على هذه المواقع الأثرية لأنها رمز حضارتنا العريق من تحدث بعد عمر؟ أحسنت يا راما ناصر ماذا أحب ناصر؟ المسابقات أحسنت ما أنواع المسابقات التي يقوم بها هذا المركز؟ مسابقات أحسنتم ثقافية وأدبية وتينية ما الفائدة التي اكتسبها من هذه المسابقات؟ أحسنتم تقدم محلومات مفيدة ما الفائدة التي اكتسبها أيضاً ناصر؟ أحسنتم يستمتع بالألعاب الرياضية وبرامج الحاسوب مال منكم يستخدم الحاسوب يا ثالث؟ علين يا ثالث أن نكون متزنين عند استخدام الحاسوب والألعاب الإلكترونية حتى لا تعود علينا لعدم الفائدة بعد أن انتهينا يا ثالث من؟ فهم علينا يا ثالث أن نستخرج المعاني التي استنتجناها من الدرس ها هي يا ثالث المعاني التي استخرجناها من الدرس العام السنة بقدور بحضور ممتعة مسلية المواقع الأماكن تنمية تنمية زيادة مواهبي قدراتي وإمكاناتي قد ظهر لنا يا ثالث أسلوب الطباق ما معنى طباق؟ ما معنى طباق؟ هو ضد ما معنى ضد؟ هو عكس أحسنتم انتهى ضدها بدأ فرحة فريحة عفواً فريحة حزنة بقدور بذهاد اجتمع تفرق مريحة متعبة ممتعة ضدها مملة الجميلة القبيحة قد ذكرة في هذا الترس فوائد المركز الصيفي من يعددها لي مرة أخرى يا ثالث؟ هيا يا محمود أحسنت التعرف إلى أصدقاء الجدد زيارة المواقع الأثرية تنمية المواهب قدرات الأطفال أحسنتم يا ثالث هناك بعض الأفكار الرئيسية الواردة في الدرس هيا نذكرها معاً انتهاء العام الدراسي وفرح الطلاب بقدوم العطلة الصيفية قيام الطلاب بالتسجيل في البركز الصيفي الذي تقيمه مدرستهم قيام الأصدقاء محمد وزيد وعمر درس موسيقى خس deles